اهلا بحضراتكم وعلى السريع وهنبدأ باول خبر الازهر اه اتقطعت فروته في البرلمان فالانتقادات الازهر الاحوال الشخصية بتقول ليست لكل منهب ودب ده على موقع الحرة الخبر قدام حضراتكم اهو اه انه الازهر اه بيقول انا ان الحكاية بتاعتب بتاع دي مش لكل الاحوال الشخصية اللي اعده الازهر او قانون الاحوال الشخصية اللي اعده الازهر ده اه كم بس اطلع فوق ده الشيخ الازهر اخيرا زهر بعد غياب طويل بيقول القانون الازهر العمل جدل في مصر حول قيامه بتقديم مشريع قوانين اللي هو من صميم عمل البرلمان وفي المقابل اكد الشيخ الازهر شخصيا ان المؤسسة قامت بواجبها الشرعية واكد الازهر ليس الجهة تشريع قوانين عامة ولا داخل انها بالسياسة او البرلمانية لكن حين يكون الوضع متعلق بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشراء الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه أحكام الأحوال الشخصية لا يصح أبدا ولا يقبل أن يترك الحديث فيها لمن هبى وده والله أخيرا أتكلم خليني نقول شوف مجموعة الأخبار اللي تناولوا الأزهر وأطعوا أهو تجاوه المطالب المضررين من الإصدافة برلمانية تشن هجوم على قانون الأزهر أي كلام بقى الست دي أي كلام في البدنجان المخابرات عينتها ففهمت إنها باني قدمة فتتكلم في الأحوال الشخصية بما لا يعني لا تعلم فده بس عشان نواليكو إزاي إنه بيتم انتقاد الأزهر قد الست هاي ليست من مسؤولية التشريع أمنا نصير دي الست دي يا جماعة يعني حاجة جمدة جدا بصراحة معقبة على مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية وما أنت بشتغل إيه دي مفترض بتاعة شريعة دي ودين وحاجات كده يعني على كل حال ده بس إيه النعب عاطف مخاليف قانون اللي حقول الشخصية المقدر الجعارة تغاول الأزهر بقى الحيطة الميلة لو جاسي سيبقرة اللهم الأزهر ده مقدس كل الكلاب دي هتطلع تقولك سبحان الأزهر ما هو دول الكلاب السكك أنا بس عايز أقول لكم بس حاجة تانية مش بس الأزهر اللي بقى الشيخ الشعراوي يومين دول الحقيقة آآ برضو في حملة ضده كده يعني في ده بدأت ناس البت بنت شريف منير طلعة تتكلم على الشيخ الشعراوي بنت شريف اللي ابوها شريف منير بتتكلم على الشيخ الشعراوي وأنا فرحان في حسن يوسف هتقول لي داخل حسن مش حسن يوسف عمل دور الشعراوي حسن يوسف عمل دور الشعراوي ومسلسل نجح كبير جدا الناس بتحب الشيخ الشعراوي فبعد ما عمل الشيخ الشعراوي راح اتزل تحت رجل الكليسة عشان يعمل دور البابا شنودة عمل لفسه بقى ممثل بقى عملت الشعراوي اعمل بابا شنودة زي مين؟ زي احمد زكي لما عمل عبد الناصر وعمل السادات فالكنيسة قلت له بولك إيه انت مسلم ماليكش عبد القصة دي مش هتنفع قوي فيها فامين بقى هيعمل دور البابا شنودة مأجد الكدواني لأنه مسيحي وجوحها قولة بلاحمة طور يعني سوريا يعني المسل بول كده فانا يا فرحان في حسن يوسف قوي اتزلت لي الكنيسة عشان تعمل شيخ الاسموي ده البابا شنودة قالو لك لا اروح انت ملناش فيك انت ملكش فينا دلوقتي هيعمله مجد الكدواني والعمل ده هيبقى من انتاج الكنيسة يعني هتنتجه هتصرف علي الكنيسة المستغرب عمل مثلا مش هيقلي الفلوس فيه عن مثلا يعني عن مبلغ بالملايين يعني ما عامش كام بس هيعد المليون يعني في المسان ما يعني على الاقل اربعة خمسة مليون على الاقل منين اهو بنت شريف بعد هجومها على الشيخ الشعراوي ابن الشيمة تصدر جوجل تريند دي اه بتهاجم الشيخ الازهر لا والغريبة بقى يا علي تضحك على مين على خالد الجندي بتقول اقل ايه معلش اصلاح تعليم اجنابي ما تعرفش اخ يا كلب اه يا كلب لو البيت دي اللي ما كانش بيعترف بيها شريف مونيد لحد من قريب على فكرة بالنسبة شريف مونيد كان عنده مشاكل مع امها وبتاعه وكانت فيه قصة يعني قصة طويلة قوي وقصة مشاكل وبتاع لحد ما الدني رايت يعني لو البنت دي تناولت بس البابا شنودة باي انتقاد كانت تتولع فيها الصبح واخش تطلع تاني على الشاشة بس لان الاسلام في دولة مصر حيطة واحدة ميلة يعني خلاص تطلع بيتي زي دي تكلم على الشيخ الشعراوي وبعدين يطلع خالد الجندي بدل ما يدافع عن الشيخ الشعراوي وصفته ابن المتطرف بعد وصفها للشعراوي المتطرف خالد الجندي على الاساس صغيرة وتعليمها اجنابي ده اللي قدر يرد الكلب ده اللي الكلب خالد الجندي المعلوف اللي بيتعلف طلع وقولك معالش اصلاح صغيرة 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 مين يا بابا دي تخلفك صغيرة مين دي خبرة اطلع يا علي مالك يا علي انت طلعت وانزلت ليه علي ها 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 لا والله تب ورين الناس السورة ايه اللي عيب مش فاهم يعني هي ست ردة انها تطلع كده خالد الجندي الاريان في السورة يا راجل خالد الجندي الاريان ولا اسماء فخالد الجندي طلع وقولك معالش اصلاح صغيرة وتعليمها اجنابي يا راجل بتقيل الله في نفسكم حرام عليكم والله على كل حال